بدعوة من مديرية الشؤون الدينية لوهران يتواجد كبار علماء ومشايخ مختلف الدول العربية بعين الترك لإحياء صهارات دينية وتربوية بمساجد الولاية وبرامج أخرى الجزائر البلد الحبيب البلد الحقيقة هو بلد إيماني البلد يغلب عليه طبيعة الإيمان يغلب عليه طبيعة حب العروبة حب الإسلام حب فهم الدين يعني ما ذهبنا إلى مسجد وتحدثنا إلا وجدنا الناس جميعا أولا يفهمون اللغة الحمد لله اللغة السورية هي لغة التعليم طبعا أيضا يتعشقون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إمام جامع الأزهر يثني على جمعية سبور الخيرات ويتحدث عن الأجواء التي وجدها بالجزائر خلال الشهر الفضيل والله أقول للشعب الجزائري حفظكم الله ورعاكم وآواكم الله وأيدكم الله ونصركم الله فأنتم الشعب الأبي الصبور تحملتم أعباء كثيرة وصبرتم ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكافئكم الآن بهذا الحب الجميل وهذا الترابط وهذا التواصل ليعلم الشعب الجزائري بأنه في كنف الله واليوم الحمد لله أقيمت هذه الجلسة العائلية الخاصة يحضرها ضكاطرة من الأزهر الشريف ومن الشام الشقيق أجواء احتفالية كبيرة يعيشها الكورنيش الوهران في رحاب الذكر والقرآن وسيتواصل بقاء هؤلاء العلماء بوهران إلى غاية نهاية الشهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر